أهلا بحضراتكم من جديد وفقرة ترند الترند للنهاردة مليئة بالكواليس والأخبار والانفرادات أيضا في ملفات مهمة جدا تخص القرى المصرية وتخص النادي الأهلي بشكل خاص عشان المرحلة اللي جاية أول حاجة والبداية سمفونية رائعة بالأمس في لقاء الأهلي والإسماعيلي من فريق النادي الأهلي أداء ونتيجة وتكتك وفنيات على أعلى مستوى الفوزة بالثلاثية ليست هي المقياس بالنسبة سبق للأهلي الفوز على المصر بأربعة أهداف في البداية الدوري ثم الفوز في اللقاء الأخير بالأمس وهو لقاء في الإسبوع الثالث واللقاء الثاني للأهلي في الدور العام بثلاث أهداف مقابل هدف ولكن الاستمرارية في الفترة الأخيرة وتحديدا عاقب العودة من السعودية بعد أداء لقاء السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصم الأهلي يفوز على سان جورج بربعية بالثلاثية ينطلق في الدوري بأولى المباريات بالفوز على المصر بربعية ثم الفوزع الإسماعيلي بالثلاثية ومع دراكم الإسماعيلي والمصري بفرق جماهرية في الدور العام فنتيجة وأداء بداية جيدة جدا للنادي الأهلي نمسك الخشب الحمد لله النادي الأهلي عنده أكتر من لاعب وأكتر من مركز ظهر بشكل كويس جدا ولمسات مارسي الكولر ظهر بشكل كبير جدا على أداء عدد كبير من اللاعبين اللي كانوا في فترة من الفترات سواء بيبتعدوا بسبب الإصابة سواء بيبتعدوا بسبب اهتزاز في المستوى الفني ولكن منذ أن تولى مارسي الكولر بغض النظر عن النتائج والبطولات الأهلي يكتب تاريخ جديد مع مارسي الكولر على المستوى الفني هناك طفرة كبيرة جدا في مستوى عدد من اللاعبين والبعض يقول لي مباراة الدوري مش مقياس لا لما تلعب الإسماعيلي مقياس لما تلعب المصري مقياس مباراة اتحاد العاصمة ممكن ما تكونش مقياس لأنك أول مباراة في الدوري أو أول مباراة أصد في الموسم وإنت لسه ما لعبتش أي مباراة رسمية فبالتالي مش هنقدر ناخدها مقياس على الأهل الموسم ده لكن مهم جدا لما تقرب شوية من البطولات المهمة والبطولات الكبرى تكون وصل لمستوى عالي جدا بيرسي تاو والنهاردة أنا حتى في ترند الأهلي معاي إحصائية مهمة جدا كان رصادها الزملاء في يلا قورة بيتكلموا على بيرسي تاو في الموسم الأول غير بيرسي تاو تماما في الموسم الثاني عدد الأيام اللي غابها بسبب الإصابة الموسم الثاني غير الأول الموسم الثاني الحمد لله يعني الراجل مكمل مع الفريق ورجله في الملعب على طول عكس الموسم الأول اللي غاب فيه حوالي 62 يوم عدد الأهداف عدد صناعة الأهداف حسين الشحات استمراريته منذ الموسم الماضي في هذا الشكل محمد الشناوي مقدرش أخفل على فكرة دور محمد الشناوي مع الفريق في الفترة الأخيرة وعجبني جدا جدا الشناوي مبارح الأهلي كسبان ثلاثة وخارج زعلان هتقول لي خارج زعلان ليه؟ محلى كسبانين ثلاثة دخل فيه هدف نفسه وبالتأكيد أي حارس مرمى كبير نفسه يطلع المبرارة تبقى خالية من الأهداف في مرمى تبقى كسبان وشباك نظيفة كسبت أربعة كسبت تلاتة كسبت ستة كسبت واحد أنا كحارس مرمى نفسه أخرج وأنا مش داخل مرمى أي هدف وزعل الشناوي ده أنا شايفه هيجي إيجابي على الدفاع أحمد نابيل كوكا السرو والتمريرة البيانية اللي عملها مبارحة لحسين الشحات لا 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 شغل عالي جدا أحمد نابيل كوكا على فكرة لعيب إمكاناته كويسة ولكن التطور في الأداء ده نتيجة عمل الجهاز الفني ووجود برينجر مطور الأداء مع الجهاز الفني أكيد لدور مع اللعيبة الصعادين من قطاع الناشئين عشان جدا الفترة الجاية هتشوفوا زعلوك هتشوفوا كوكا هتشوفوا معتز محمد هتشوفوا كريم الدبيس انتوا بتشوفوا العيبة صعادة من قطاع الناشئين وبرينجر تحديدا المدرب اللي تعاقد مع الأهل في بداية الموسم مع الجهاز الفني ليه دور مهم جدا خارج المباراة خارج الملعب مع اللعبين اللي ممكن تكون خارج قائمة المباراة مع اللعبين الصعادين من قطاع الناشئين فالنتيجة إجمالا كويسة ممتازة مش هقول كويسة ده ممتازة ولكن كمان الفكرة في حد ذاتها انت انباراة انتاجك في الملعب ازاي التمريرات البينية التزديدات على المرمى ممكن ما سددتش زي الإسماعيلي الإسماعيلي ما سنسدد 18 تزديدة بس انت سددت 10 منهم 6 أو 7 انتارجت ما بين القائمين أو ما بين العرضة والقائمين يعني كان ليه كفى عليه أكتر على مرمى فريق الإسماعيلي طاهر محمد طاهر وأنا أتمنى من جماهير النادي الأهلي الفترة اللي جاية تغير نظرتها شوية تجاه عدد من اللاعبين لأن مش هيبقى الإعلام والنقاض والصحفيين وتبقى الجماهير كمان الجماهير الفريق